حرب دموية طاحنة استمرت قرابة الثلاثين عاما حرب مدمرة دارت بين أشهر مدينتين يونانيتين في اليونان القديمة وهما أثينا وإسبارطا لتنتهي الحرب وتشكل عالم الحضارة اليونانية اللاحقة وتمهد لقيام واحدة من أعظم الامبراطوريات في التاريخ القديم وهي الامبراطورية المقدونية إنها الحروب البيلوبونيزيا في فيلمنا الوثائقي هذا سينطلق قطار رحلتنا إلى بلاد اليونان القديمة لنتعرف على واحدة من أهم الحروب في تاريخها والتي انتهت بنتيجة مفاجئة وحاسمة لهذا البلد العريق تابعونا للنهاية هل سمعت عن المثل الشعبي المصري الذي يقول أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب حسنا هذا هو بالضبط ما كانت عليه بلاد اليونان القديمة إذ لم تكن اليونان إمبراطورية موحدة وإنما كانت عبارة عن العشرات من المدن لكل منها جيشها وحكومتها ويطلق عليها تاريخيا اسم المدن أو الدول وبالطبع فقد كانت تلك المدن تتنازع على السلطة والسيطرة فيما بينها ولكن عندما يأتي خطر خارجي يتحيدون لمواجهته كما هو الحال عند قتالهم للإمبراطورية الفارسية قبل الحرب البيلوبونيزية التي دارت رحاها في القرن الخامس قبل الميلاد وتحديدا بين عامي 431 إلى عام 404 قبل الميلاد كانت إسبارتا قوة عظمى في بلاد اليونان وخلال القرن السادس قبل الميلاد توسعت بشكل كبير حتى سيطرت على شبه جزيرة البيلوبونيز بفعل نظامها العسكري الصارم أما أثينا فلم تصبح كذلك إلا بعد الحرب الفارسية إذ كان لدى الإمبراطورية الأخمينية الفارسية مناطق مستعمرات في بلاد الأندول وقد بدأت هذه المستعمرات في التمرد على حكم الإمبراطور الفارسي داريوش الأول فبدأ التجهيز لحملته العسكرية للقضاء على التمردات من خلال غزو اليونان كلها حيث كانت آثينا تدعم تلك التمردات لكن المدن اليونانية اتحدى تمام هذا الغزو الخارجي الخطير وتمكنت من هزيمة داريوش وأسطوله في اليونان وكان أبرز مشاهد هذا الاتفاق هو التحالف بين آثينا وإسبارتا وقتالهما نعا ضد داريوش عام 490 قبل الميلاد ثم قتالهما ضد ابنه زيركسيس في أوائل القرن الخامس قبل الميلاد وفي عقاب ذلك تشكل تحالف عام 478 قبل الميلاد من الدول اليونانية يسمى بالحلف الديلي للحماية ضد أي هجمات فارسية مستقبلية وفي تلك الحرب مع الفورس تحولت إلى آثينا الدويلات اليونانية المحادية لبحر إيجه حتى تقودهم في الصراع المستمر مع بلاد فارس وذلك بعدما قامت إسبارتا بسحب قواتها من بحر إيجه هكذا صارت آثينا وإسبارتا مدينتين رائدتين فضلا عن كونهما الأقوى في دول اليونان القديمة وقد أدى ذلك إلى تشجيع غالبية الدويلات الإغريقية أو إجبارها قسرا على الانضمام إلى أحد الحلفين مثل مدينة ثاسوس التي تم إخدعها بقوة السلاح عندما أرادت الانفصال عن الحلف العرقي وما إن تم تفادي الخطر المباشر للجياح الفارسي حتى قامت الدويلات المطلة على بحر إيجه بتشكيل عصبة ديلوس لمواصلة الكفاح ضد الفورس لكن آثينا تمكنت من السيطرة على هذه العصبة بفعالية كبيرة لدرجة أن المؤرخين صاروا يشيرون إليها في سنواتها اللاحقة بالإمبراطورية الآثينية أجل هل تخيلت بنفسك إلى أي مدى وصلت إليه آثينا فكيف سيكون موقف منافستها إسبارتا ياتورا؟ بعد أن انضمت الكثير من المدن اليونانية إلى حلف آثينا وإسبارتا ومن ثم أصبحت تحت سيطرة آثينا وحاول الآثينيون هذا الحلف إلى إمبراطورية حول بحر إيجه بنت تلك الإمبراطورية أسطولا بحريا ضخما وبه أصبحت آثينا القوة البحرية المهيمنة في اليونان وبالطبع لم يمر هذا التطور الخطير مرور الكرام وازداد قلق منافسها التقليدي إسبارتا لقد أصبحت هناك قوتين عظميين إسبارتا التي ترأس منذ فترة طويلة تحالفها الخاصة المكون من دول شبه جزيرة البيلو بونيز ووسط اليونان وآثينا التي تحكم البحار بأسطولها وكان لكل قوة ما يميزها فإسبارتا تتميز بمقاتليها الأشداء وجيشها القوي الشهير ولا عجب فقد كان يتم أخذ الأولاد من عائلاتهم وهم في سابعة فقط من عمرهم ليقضي الطفل أعواما طويلة في تدريبات قاسية وتقوس تأهيل البدني العنيفة حتى يصير محاربا لا يشق له غبار أما أثينا فقد كانت تشتهر بأسطولها البحري الهائل الحديث أضف إلى ذلك ما وصلت إليه أثينا من ثراء فاحش ونمو اقتصادي كبير وازدهار في علوم الفلسفة والمنطق والرياضيات وترحيب أثينا بالمد الديمقراطي بينما كان يقابل كل ذلك لدى الحلف الإسبارتي حياة تتسم بالخشونة والفقر والتقشف تصاحبه أمية بين السكان كل ذلك كان عاملا في زيادة الخصومة والتوتر والمنافسة بينهما احتدم الصراع بين أثينا وإسبارتا عام 432 قبل الميلاد عندما دخلت كوركيرا في صراع مع كورينث وذلك بسبب تدخل الأخيرة في شؤون كوركيرا الداخلية فلجأت كوركيرا إلى آثينا طالبة منها المساعدة بينما كانت كورينث حليفة إسبارتا ولما كانت كورينث حليفا لإسبارتا فقد كان الآثينيون يدركون تمام الإدراك أن مساعدتهم لكوركيرا ستؤدي إلى الدخول في حرب مباشرة مع إسبارتا وحلفائها إلا أنه كان من الصعب عليهم مقاومة الالتماسات الصادرة من كوركيرا خاصة وأن تلك الأخيرة التي تمتلك ثانية أقوى أسطول في اليونان بعد آثينا تمكنت من إقناع الآثينيين بأن الحرب بين آثينا وإسبارتا أمر لا مفر منها وأن آثينا لا يمكنها أن تسمح بسقوط أسطول كوركيرا في أيدي حليف لإسبارتا وهكذا بدأت آثينا تتحرش بتحالف إسبارتا كما تعدت بعد ذلك حدود معاهدة السلام من خلال فرض حصار على مستعمرة كورينثيان كذلك فقد فرضت حضرا تجاريا على حليف آخر لإسبارتا لكن إسبارتا لم ترد على تلك الاستفزازات على الفور في النهاية فقدت إسبارتا صبرها وقررت الرد على آثينا ليس فقط بسبب دعمها لكوركيرا واستفزازها لحلفاء إسبارتا لكن أيضا بسبب التحول في توازن القوى فقد كانت آثينا قوة صاعدة ومتزايدة العمر الذي جعل مخاوف الإسبارتيين تتزايد تبعا لذلك مما جعلهم يقومون بحرب وقائية ضد آثينا كان الهدف منها تحرير اليونان من السيطرة الآثينية وتفكيك إمبراطوريتها ها هي ذي الحرب تبدأ وها هم الإسبارتيون يستعدون لمواجهة الآثينيين فكيف ستسير الأمور يا ترى لمن ستكون له الغلبة في تلك الحرب وكيف غيرت الحروب البيلوبونيزية معالم التاريخ اليوناني القديم ترقبوا معنا قاد الملك أرشيدا موسى الثاني ملك إسبارتا جيشا من المحاربين العسكريين إلى شبه جزيرة آتيكا مسببا فوضا ودمارا وسلبا للموارد الحيوية من آثينا وكان يأمل بتلك الأفعال في استفزاز الآثينيين وإخراجهم من جدرانهم المحصنة إلى معركة مفتوحة ففي معركة مفتوحة ستكون النتيجة شبه محسومة للإسبارتيين لكن آثينا كشفت الخدع بفضل توجيهات رجل الدولة الحكيم بريكلاس وبدلا من الخروج لمواجهة مفتوحة كما كان يأمل الإسبارتيون استخدمت آثينا أسطولها البحرية المتفوق لمضايقة سفن إسبارتا والقيام بهجمات في منطقة شبه جزيرة البيلوبونيز إنها خطة ذكية من آثينا رغم أن الإسبارتيين اعتبروا تلك الخطوة جبنا لكن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة للآثينيين فقد انتشر وباء الطعون كالنار في الهاشيم وقد على نسبة كبيرة من سكان آثينا تصل إلى الربع أو حوالي 100 ألف شخص كما تسبب الوباء في هلاك غالبية القيادة الآثينية ومات بريكلاس نفسه عام 429 قبل الميلاد ليأتي من بعده رجل متشدد يدعى كليون تولى زمام الأمور في آثينا وحقق لإسبارتا ما أرادته بالعودة إلى إسبارتا نجد أنها لم تستغل الضعف الذي أصاب آثينا جراء انتشار الوباء فيها كما أنها فشلت في بعض من حملاتها البرية والبحرية لكن في عام 427 قبل الميلاد تمكنت إسبارتا من الاستيلاء على مدينة بلاتيا الحليف الاستراتيجي لآثينا بعد حصار طويل مع رحيل رجل الدولة المحنك بريكلاس اتبع القائد كليون سياسة جديدة في الحرب الدائرة مع إسبارتا وشرع في استراتيجية أكثر عدوانية فقد خرج الجيش الآثيني وشن عدة هجمات على الإسبارتيين كما كانوا يأملون لكن الآثينيين انتصروا في عدة معارك كما استطاعوا أن يستولوا على بعض المستعمرات الإسبارتية في شبه جزيرة بيلوبونيز وهكذا أرادت إسبارتا أن تلجأ للسلام لكن إسبارتا التي عرفت باعتدادها العسكري لم تذهب لاستراتيجية السلام إلا عندما رجحت كفتها عندما انتصرت في بعض المعارك خصوصا بعد الاستلاء على مستعمرة أمفيبوليس الأثينية وفرضت شروطها للسلام عام 422 قبل الميلاد الواقع أن السلام كان هدفا مشتركا لكل من أثين وإسبارتا خاصة بعد الأحداث الأخيرة فقد مات جنرال إسبارتا المتميز براسيداس في معركة الاستلاء على أمفيبوليس وكذلك مات كليون في أثين فبدأ الآخرون يفكرون في السلام وتم توقيع معاهدة سلام نيكياس عام 421 قبل الميلاد ساد هدوء حذر بين مدينتي أثين وإسبارتا طوال ست سنوات تلت توقيع معاهدة السلام كانت كل واحدة منهما خلال تلك الفترة تحاول الفوز بمدن أصغر أو تحاول توسيع تحالفها وعندما جاء عام 415 قبل الميلاد عادت الحرب مجددا بين الطرفين عندما شنت أثين هجوما واسعا على جزيرة سقلية بهدف للسلاء على سيراكيوز وهي مدينة قوية تسيطر على حصة كبيرة من تجارة البحر الأبيض المتوسط وإذا ما نجحت أثين في السيطرة عليها فسوف تسيطر على مواردها الوفيرة لكن المفاجأة أن سيراكيوز استطعت بمساعدة إسبارتا كسر حصار سقلية بل وهزمت قوات أثين حتى في المعركة البحرية التي من المفترض أن أثين صاحبة التميز فيها بفضل أسطولها القوي بعد تلك الهزيمة التي أصابت أثين مالت كافة الحرب لصالح إسبارتا كما أن هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في إضعاف أثين ومن ثم خسارتها للحرب فقد اندلعت عدة ثورات ضد الحكم الآثيني وكانت آثين في حالة اضطراب سياسي حيث جرت الإطاحة بعدة حكومات أضف إلى ذلك أن الفرس قد دعموا إسبارتا في حربها ضد آثين لأنهم رأوا في إمبراطورية آثين تهديدا لهم حتى الأسطول الآثيني الذي كان يهدد إسبارتا لم يعد كما كان في السابق خاصة بعد أن تمكنت إسبارتا من بناء أسطول ضخم من مئات سفن وفي عام أربعمائة وخمسة قبل الميلاد سحق الأسطول الإسبارتية الآثينيين في معركة إيجوسبوتامي ومن ثم تقدم الأسطول إلى آثين نفسها وأجبرها على الاستسلام في العام التالي لتضع بذلك الحرب البيلو بونيزية أوزارها أخيرا بعد هذه الهزيمة الساحقة التي مني بها الآثينيون أمر الإسبارتيون المنتصرون بهدم الجدران الآثينية الطويلة ومنعوا آثين من بناء أسطول أكبر من 12 سفينة كما طالبوا آثين بدفع الجزية لهم وهكذا لم تعد الإمبراطورية الآثينية موجودة وظهرت إسبارتا كقوة مهيمة في اليونان القديمة لكن إسبارتا لم تنعم بانتصار طويل فقد انخرطت في صراعات كثيرة للغاية وانتهت سيطرتها على اليونان على يد جنود مدينة طيبة اليونانية عام 371 قبل الميلاد وعلى مدار ما يقرب من قرن من الحرب البيلوبونيزية كانت اليونان عرضة للاترابات وقد استغل القائد فليب المقدوني حالة عدم الاستقرار تلك التي سادت البلاد وغزى وهزم كل مدن اليونان ووحدها ووضع أسس إمبراطورية جديدة هي الإمبراطورية المقدونية والتي ستنمو إلى حجم كبير في عهد ابنه الإسكندر الأكبر لتصبح واحدة من أعظم الإمبراطوريات في العالم القديم نأمل بأن يكون المحتوى قد نال إعجابكم كما نرجو منكم الدعم للقناة بالشراك وتفعيل كل الإشعارات ترجمة نانسي قنقر